بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله جميع وقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نحييكم في مستهل هذه الحلقة التي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخة الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء السلام عليكم يا شيخ سعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وأن يجعلهم مباركين في كل أمورهم أحسن الله ليكم وأثابكم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج السائل يقول يسأل عن تفسير قوله عز وجل والفجر وليال عشر نرجو بيان فضل عشر أيام ذي الحجة المقبلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا قسم من الله جل وعلا يبين عظم مكانة من يقسم به حيث أقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته وله سبحانه أن يقسم ببعض المخلوقات ولكن لا يجوز لأحد من الناس أن يحلف أو يقسم بغير الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن هنا فإن ورود الحلف بشيء من المخلوقات في آيات كتاب الله عز وجل لا يعني جواز الحلف بغير الله بالنسبة للناس أقسم الله جل وعلا بالفجر وهو ذلك الوقت الذي يكون في أول النهار ويكون وقتا للانتشار وسببا من أسباب نزول البركات وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى قدرة رب العزة والجلال على تحويل أحوال العباد فكما قلب أحوالهم من ظلمة الليل إلى نور النهار وهو قادر سبحانه على هداية الخلق بلا استثناء ثم قال تعالى وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوت فأقسم الله جل وعلا بالليال العشر وجماهير الصحابة على تفسير هذا اللفظ بأن المراد به العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيه إن خير وأحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة وبالتالي فإن كل عمل صالح يمكن أن يؤديه العبد في هذه الأيام الفاضلة فإنه يستحب له أن يقدم عليه ويتأكد عليه ذلك ويؤجر عليه بالأجر والثواب المضاعف ولذلك فوصية لأخواني بارك الله فيهم أن يحرصوا على الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأيام المباركة وينبغي بالإنسان أن يجعل جميع أعماله أعمالا صالحة من خلال نية الإخلاص فينوي بها أن يرضي الله وأن يحصل على أجل الأواخرة ينوي بها أن تكون لله سبحانه وتعالى ومن ثم يجعل أعماله إما عبادات أصيلة وإما وسائل للعبادات فيؤجر الإنسان عليها وهكذا ينبغي بالإنسان أن يتقرب إلى الله بتربيته لأبنائه بإحسان تعامله مع أهل بيته ومع الناس قاطبة بكف لسانه عن كلمات السوء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة وهكذا يتقرب إلى الله جل وعلا بالإكثار من نوافل الطاعات قياما للليل وفعلا للصلوات وصياما للنهار ووقوفا مع المحتاج والمسكين يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الأيام يستحب للإنسان أن يصومها وأن يكثر فيها من أنواع الطاعات وأن يحافظ فيها على أنواع الأعمال الصالحة أحسن الله إليكم وأنثابكم الله وماذا عن التكبير المطلق والمقيد متى يبدأ ومتى ينتهي يشرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا غير مقيد بالصلوات يكبر في أثناء ذهابه وفي أثناء إيابه في أثناء جلوسه وذلك على سبيل الاستحباب المتأكد في العشر الأواخر فبغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ودخول العشر فإنه يستحب للإنسان أن يكثر فيه من التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا التكبير يستحب رفع الصوت به والجهر به لكنه لا يقال على صفة جماعية وإنما يكبر كل واحد وحده يكبر كل واحد وحده وهذا التكبير يبتد من غروب شمس آخر يوم من شهر القعدة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجتي وهناك نوع آخر من أنواع التكبير يقال له التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات وهو الذي يكون بعد الصلوات ويبتدأ من فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة ويستمر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ويستحب للإنسان أن يكثر من الأعمال والأفعال والطاعات في هذه العشر المباركة أثابكم الله وماذا ينبغي على المسلم الشيخ سعد فعله في الأشهر الحرم معيد السؤال ماذا ينبغي على المسلم أن يفعله في الأشهر الحرم المراد بالأشهر الحرم شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وهي أربعة أشهر كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ومن هنا هذه الأشهر الحرم يعظم فيها تحريم الحقوق سواء كان من الأموال أو كان من الدماء أو كان من الأعراض فلئن كان فعل المحرمات في غيرها يأثم به الإنسان فإن إثمه بانتهاك حرمة هذا الشهر أعظم وأكثر وهذه الشهور الأربعة ينبغي بالإنسان أن يحتاط فيها وأن يتحرز لألا يدخل في شيء من أبواب المعاصي أثابكم الله معالي الشيخ المشقة تجلب التيسير يسأل عن معنى هذه القاعدة الفقهية هذه القاعدة الفقهية استقاها عدد من العلماء من استقراء النصوص الشرعية فإنهم وجدوا أن الشريعة إذا وجدت أن المكلف لحقه شيء من أسباب المشقة سواء كان سفرا أو كان مرضا أو كان نقصا فإنه يشرع حينئذ أن يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بذلك فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يستشعر أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتبع التعليمات الشرعية التي ترد له في نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان قد لحقه شيء من المشاقة ولحقه شيء من العنت والحرج فإن الشريعة تخفف عليه وتسهل عليه في ذلك الباب ومن هذا المنطلق وجدنا أن الشريعة خففت على المسافر عددا من الأحكام فجاز له أن يفطر وجاز له أن يقصر الصلاة وجاز له أن يجمع بين الصلاتين وجاز له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وهكذا في المريض كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في نصوص كثيرة تدل على أن الشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير على المكلفين عند لحق شيء من المشقة بهم وهذا له تطبيقاته الكثيرة التي يجدها الإنسان في جميع الأبواب الفقهية بلا استثناء ومن ثم نقول بأن التخفيف الذي يرد في الشريعة على نوعين أو على ثلاثة أنواع نوع ورد التنصيص عليه وبالتالي يأخذ بما نص عليه الشارع ونوع آخر فيه حرج ومشقة لكنه لا يلحق به الضرر فهذا لا بد من ورود دليل شرعي على إثبات المشقة فيه سواء كان ذلك الدليل من الأدلة النصية أو من الأدلة القياسية والنوع الثالث مواطن الضرورات بحيث يلحق الإنسان ضرر عند أدائه للتكليف الشرعي ففي هذه الحال جاءت نصوص الشريعة بالترخيص في ذلك الباب كما قال تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فهذا هو معنى هذه القاعدة نعم أحسن الله إليكم نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود بعد الفاصل نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول امرأة أرملة وهي من يعول نفسها وتستطيع أن تضحي ما حكم الأضحية في حقها الأضحية في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق من الأعمال المستحبة التي يتأكد استحبابها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأضحية فكان يضحي بكبشين أقرنين أملحين وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وجماهير أهل العلم على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة وهذا هو مذهب لأمة مالك والشافعي وأحمد وقال الإمام أبو حنيفة بوجوبها ومذهب الجمهور أرجح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا فعلق الأضحية بالإرادة ولو كانت الأضحية من الواجبات لم يعلقها بالإرادة ومن هذا المنطلق فإن الأضحية من المستحبات وما دام أن هذه المرأة التي طرحت هذا السؤال في بيت مستقل فإنه يستحب لها أن تضحي ولا يلزم أن تكون هي من تذبح الأضحية فإن ذبحتها بنفسها جاز وإن وكلت غيرها فلا حرج عليها في ذلك فالمقصود أنه يستحب لها أن تتقرب إلى الله بعبادة الأضحية أحسن الله عليكم معالي الشيخ هل يجوز أن يتنفل بين العصر والمغرب يسأل السائل عن جواز أداء صلوات النوافل بعد صلاة العصر إلى المغرب فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن ثم فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد أدائه لصلاة العصر حتى تغرب الشمس وهذا الوقت الذي ورد فيه النهي عن الصلاة على نوعين النوع الأول وقت مضيق وهو وقت بدء غروب الشمس إلى أن تغرب بالكلية وبعضهم يقول من صيرورة ظل كل شيء مثلي وبعضهم يقول من صفرار الشمس فهذا الوقت وقت مضيق وبالتالي لا تؤدى فيه أي نافلة أي أن كانت هذه النافلة وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن أن نقبر فيهن موتانا حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها وحين توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها وحين تضيف الشمس للغروب إلى غروبها فهذه أوقات ثلاثة النهي فيها مغلط وبالتالي لا تؤدى فيها أي نافلة والنوع الثاني من أنواع وقت النهي وقت النهي الموسع وهو من بعد صلاة العصر إلى بدء الوقت المضيق فهذا الوقت الموسع لا تفعل فيه النوافل المطلقة التي ليس لها سبب وإنما يجوز فعل ذوات الأسباب ومن ذلك مثلا أن يصلي الإنسان تحية المسجد أو سنة الوضوء أو أن يصلي صلاة لها سبب فهذا الوقت وقت نهي موسع وبالتالي يجوز أن تفعل فيه صلوات أن نهي ذوات الأسباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر فهذا من ذوات الأسباب ولا يشرع للإنسان أن يصلي غير ذوات الأسباب في وقت النهي الموسع وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر فذلك لأن وفد عبد القيس شغله عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر لأن أوقات النهي الموسع يجوز قضاء السنن الرواتب فيها وكان من الشأن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا فإنه حينئذ عليه أن يداوم على ذلك العمل وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقاس غيره عليه نعم أتابكم اللهم علي الشيخ وهذا السائل يقول أنا معاق ومصاب بالفشل الكلوي وأعاني من أمراض مزمنة ومع الظروف الراهنة وانتشار الوباء امتنعت عن أداء الصلاة في المسجد مع أنه قريب مني وذلك حفاظا على نفسي وعدم نقل العدوى لغيري أرجو إفادتي من المعلوم أن هذه الجائحة التي قدرها الله جل وعلا على العباد لها خصائص ومن خصائصها سرعة الانتقال فيها ونحن نشاهد ونسمع كثرة الوفيات الذين ماتوا بسبب هذه الجائحة ومن المعلوم أن قاعدة الشريعة أن المريض خفف عنه فإذا كان الإنسان بهذه المثابة حيث كان مقعدا يحتاج إلى من ينقله ومن يساعده إلى أن يصل إلى المسجد فمثل هذا إذا قارنه الإنسان بما ورد من التوجيهات بوجود التباعد بين الأشخاص خشية من انتقال هذا الوباء فنقول حينئذ مثل هذا لا حرج عليه في أن يصلي صلاته المفروضة في البيت وإن شاء الله أنه لا يلحقه مأثم بسبب ذلك نعم حسن الله إليكم هذا يقول أن رجلي مبتورة من تحت الركبة كيف أتوضأ والحال هذه شفاه الله الذي يجب على الإنسان في الوضوء أن يغسل أعضاء الوضوء وقد ذكرها الله تعالى بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فهذا هو الواجب على المكلف باب الوضوء أن يغسل أعضاء الوضوء ومن لم يكن عنده عضو وضوء فحينئذ لا يجب عليه شيء ولا يلزمه غسل عضو آخر مكانه ومن قطعت رجله من الركبة فإن محل الفرض الذي يغسل وهو القدم أصبح مقطوعا ومن ثم لا يجب عليه شيء وذلك لأن محل غسل العضو قد فاته وبالتالي فإنه يتوضأ بدون غسل ذلك العضو ولا يحتاج إلى غسل ركبته ولا يحتاج إلى تيمم ولا نحو ذلك هذا سائل آخر يقول يوجد في راسي طبقة جلدية مريضة ما حكم المسح عليها للوضوء أوجب الله جل وعلا على المؤمن أن يمسح على رأسه فما ظهر من الرأس فإنه يجب أن يمسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن ثم إذا كان هناك طبقة جلدية فوق الرأس فإنه يكفي المسح عليها وهكذا لو كان عند الإنسان صلع كفاه أن يمسح على رأسه أحسن الله عليكم هذا يقول هل يجوز أن أشرك الميت في أضحيتي ألا أظهر من قولي أهل العلم أنه لا حرج عليك في أن تشرك أحدا من الأموات في أضحيتك فإذا قلت اللهم هذه عن فلان تقصد نفسك وعن أهل بيته وعن والدي أو عن جدي فلا حرج عليك في ذلك وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين قال في أحدهما اللهم هذا منك وإليك اللهم هذا عن محمد وآل محمد ولما ذبح الثاني قال اللهم هذا عن من لم يضحي من أمتي وبالتالي دل هذا على جواز أن ينوي الإنسان بأضحيته أن تكون عن شخص ميت ولكن لا يجعل جميع أضحيته في ذلك نعم مع لي الشيخ سعد نختم هذه الحلقة بهذا السؤال السائل يقول والدي فاقد للذاكرة فهل يصح حينما أقرأ الأذكار أن أنويها عني وعنه هذه الأذكار التي تقولها على نوعين نوع يصلح أن تنويه عنك وعنه وبالتالي يكون ذكرك له على وجهه ومن ذلك مثلا سورة الإخلاص والمعوذتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أبنائه ببعض الأدعية فلما نزلت المعوذتان كان يكتفي بما ورد فيهما من التعويذ والنوع الثاني ما يكون التعويذ فيه أو ما يكون الدعاء فيه مخصصا للمتكلم به وبالتالي ينبغي بالإنسان إذا أراد أن يشرك أبويه أو أن يدعو لهما أن يجعل ضميره شاملا لهما فإنه بذلك إن شاء الله يكون قد حصل مقصوده في باب الذكر والذكر ينبغي بالإنسان أن يقصد به رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي بارك الله فيك على حسن تقديمك وسأله جل وعلا أن يوفقك لكل خير كما سأله جل وعلا لأخوة المشاهدين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى وأن يجعلهم مباركين في كل أمورهم كما سأله جل وعلا لمن يشاهدنا توفيقا وصلاحا وسعادة وسأله جل وعلا لجميع المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا فيما بينهم كما سأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والهداية والصلاح والسداد وأن يبارك فيهم وفي جهودهم وفي أعمالهم الصالحة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أي والإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يبارك لنا بهذه الأيام المباركة وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها إنه على كل شيء قدير نلقاكم بإذن الله تعالى في لقائن وقبلنا استوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة